اطلقت المنصة الوطنية للتسجيل لقاح كورونا أي أنه خطة التطعيم وضعت على سكة التنفيذ إلا أنه مخاوف كتيرة تثار حول التطبيق على الأرض سواء من جهة المعنيين أو من جهة الشعب اللي بعد فيه نسبة كبيرة منه ما اقتنعت بضرورة الحصول على اللقاح بعد أعلان وزارة الصحة اطلاق المنصة الوطنية للتسجيل لقاح كورونا واللي بتهدف إلى رفع نسبة التلقيح إلى ما يقارب 80% لتحقيق المناعة المجتمعية المتوخات لحماية المجتمع بتطرح أسئلة أو بتطرح أسئلة عديدة حول الخطوات التطبيقية وكيفية التعامل مع الناس اللي أما ما عندهم خبرة إلكترونية تيفوتوا على المنصة ويسجلوا أسماءهم أو أولئك اللي رفضين يتناولوا اللقاح وعلى الإضاءة أكثر على هالموضوع بينضم لألنا رئيس لجنة الإشراف على توزيع اللقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري إذن دكتور كيف بيقدروا المواطنين المشمولين بالدفع الأولى تسجيل أسماءهم وهنا أعمارهم فوق الأربعة وسبعين وإذا ما سجلوا كيف رح تتعامل الوزارة معهم وأيضا مدى عن اللي رفضين ومش مقتنعين نحن لحنحط معلومات بدءا من اليوم أو غدا يعني بلش يطع معلومات أكثر وضوحة نحول اللقاح على أهمية اللقاح أهمية التلقيح سلامة اللقاح أثار الجانبية فوئده ردود فعله وكل ما يتعلق بالمعلومات اللي يستحق المواطن أن يعلمه عن اللقاح لحتى يقدر يشكل القرار اللي بنسميه نحن قرار مبني على معلومة أكيدة لأنه نحن عطين حرية الخيار للمواطن وهذا كانت أعد الشروط اللقاحية الأساسية دكتور البزري ماذا عن المواطنين القاطنين بالمناطق البعيدة عن مراكز التلقيح وهل رح يكون في مراكز أو مستشفيات بكل المحافظات ومعقول أيضا يكون في حملات تطعيم ميدانية خليني أقولك نحن اليوم اللقاح اللي هلأ اللي عم نتعامل معه هو اللقاح فيزر اللقاح فيزر بده تعامل خاص لذلك نحن حطينا مراكز التلقيح هي المستشفيات الجامعية الكبرى وبعض المؤسسات الحكومية والمستشفيات الخاصة الراغبة في التعامل واللي عنده أدرة بالتعامل لذلك كل مؤسسة حتى لو كانت بأبعض نقطة في لبنان تستطيع أن تستوفي هذه الشروط لح نعتبرها وفي طم من المواطنين من حدود فلسطين المحتلة وصولا إلى حدود سوريا من الجنوب إلى الشمال إلى البقاع إلى كل المناطق الداخلية اللبنانية هناك مراكز تلقيح أما أن نأخذ مراكز التلقيح إلى المواطنين بعدين ونتحرك فيها بحرية ربما نحن ساعتا بنكون بحاجة إلى لقاح غير فيزر نعم إذن الدكتور عبد الرحمن البزري شكرا لألك حسب منظمة الصحة العالمية لم يسجل أي وفاة جراء تناول اللقاح إذن ما تسمعوا للشائعات ترجمة نانسي قنقر